وعندما بلغ عبد الله ابن عبد المطلب مبلغ الرجال وصار يتطلب الأمر أن يكون له زوجة أخذه أبوه عبد المطلب إلى سادة بني زهرة وخطب له آمنة وبينما كان في طريقه التقته امرأة فقالت له يا عبد الله لك مني مئة من الإبل وقع علي الآن تدعوه إلى الحرام فقال لها أما الحرام فالممات دونه ومضى مع أبيه ثم تقدم والده من والدها من والد السيدة آمنة وطلبها له وتزوجها عبد الله وبعد أن بنا بآمنة وبينما هو في طريقه مر بتلك المرأة لم تدعوه لم تطلب منه شيئا فاستغرب قال لها ما الذي جعلك لا تدعينني لما دعوتني إليه بالأمس قالت لا حاجة لي بك الآن كنت بالأمس أرى نورا في جبينك وقد انتقل منك الآن فلا حاجة لي بك ترجمة نانسي قنقر